السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي في قناة قناة احلى الاكلات مع صحر. اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الترطية الامر اللي قدامنا دي. طبعا هي بالسطورة الجزائية. انا عملت قبل كده معكم على القناة تقريبا فيديوين او تلاتة بالسطورة الجزائية للترطة. والنهاردة هنعمل برضو ترطية بس هنعملها بشكل جميل ومبهج لانها كانت رايحة لعيد ميلاد اطفال صبيان فبقولهم كل سنة وانتوا طيبين. وآآ تعالوا نشوف عملنا الترطية بتاعتنا ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا نشوف الفيديو بتاعنا وطريقة تركيب الصورة واي مشكلة بتواجهنا في الصورة. نشوف مع بعض مقادير الترطية بتاعتي. المقادير بتاعتي انا عملت الترطية بتاعتي النهاردة على مرتين. يعني عجنتها او ضربتها في المضرب على مرتين. بس طبعا خبستها مرة واحدة بس. لان العجان بتاعي ما كانش هيشيل الكمية كلها مرة واحدة. فبالتالي اضطريت ان انا اضرب مقدار. وبعدين ان انا اركنه في الصينية. اصبه واسيبه في الصينية. ما بيجرلوش اي حاجة. وبعدين اضرب المقدار التاني. كل مقدار عملته. حطيت عليه ست بضعات. وحطيت عليه معلقة من الفانيليا. وبنزل عليه بمعلقة كبيرة من محسن الجيل. محسن الجيل طبعا آآ في ناس كتير بتسأل عليه بيتباع عند اي حد من بيع مستلزامات حلويات. آآ بتجيبيه في منه اكياس وفي منه فل. آآ محسن الجيل لو لقيت لونه ابيض زي الفزلين تعرف ان هو تاكسد وباز ومش هينفع معاك لو لقيت لون شفاف. تعرف ان هو كويس جدا. ضفت على الخليط بتاعي نص كوباية من المية. مية عادية جدا من الحنافية. وانه حطيت عليهم تماما نص الكيلو من دقيقل السبونش. عملت تورطية بتاعت النهاردة كلها سبونش آآ فانيليا. لو انت عايزة تحط شوكولاتة على حسب من تحبه. شغلت عليهم المضرب بتاعي لمدة السبع دقايق لحد القوامة آآ ما تضاعف بالشكل اللي احنا شايفينه واللون افتح. بدأت ان انا اصب بالخليط بتاعي. في الصينية مقاس الصينية بتاعت اللي انا هستخدمها النهاردة تلاتين في اربعين. آآ طبعا ما بطنها بالورقة. دلوقتي بعد ما صبيت الخليط هبدأ ان انا اساوي الخليط بتاعي بالسباتيول علشان يبقى كله في ارتفاع واحد ما يبقاش فيه جزء آآ عالي وجزء آآ لا في الكيكة هابط يعني. آآ وبعد ما بساوق الخليط بتاعي ببدأ ان انا اركنه على جنب واضرب المقدار التاني بنفس المقادير. وهبدأ اصب الخليط كله مرة واحدة في الصينية ودخلهم الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. بياخدوا مني تقريبا ساعة وربع. آآ بشتغل الكيكة بتاعتي بالليل بخبزها بالليل وببدأ اشتغل فيها تاني يوم الصبح. طبعا بتديك نتيجة احسن بكتير واسهل بكتير. آآ اسمت الكيكة بتاعتي كده يعني مش لنصين بالنظر كده يعني تقريبا بقت معي تلتين وتلت كده يعني. آآ اسمتها بالسكين عشان يبقى اسهلي في اللي هو ايه التقطيع وفي تقطيعها بالمنشار. آآ لان الكيكة بتاعتي آآ هشة جدا وطرية جدا جدا. يعني صعب ان انا امسك الرقم يبقى كبير ممكن يتقسم او يتكسر مني او كده. فانا فضلت ان انا اقسمها آآ بالشكل اللي احنا شفناه قدامنا. دلوقتي هقسم كل جزء منها لتلات رقات. آآ ده اول جزء خلاص قطعته. دلوقتي باخد الجزء التاني. طبعا المنشار ده اللي بيسألنا عليه آآ هو جميل جدا بتجي به برضو بنعد مستلزامات الحلويات طبعا تقريبا بخمسة وتمانين او تمانين جنيه كده يعني سعره مش اكتر من كده. ببدأ ان انا اقسم الكيك بتاعي برضو لتلات رقات بحط كل القسم على بعضه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وبعدين هنبدأ ان احنا نحشي الترطاية بتاعتي. طبعا انا بجهز عندي الكريم شنطي. آآ دي الترطاية دي بتاخد مني تلات كبيات من الكريم شنطي. عليهم آآ خمس كبيات من المية الساعة المتلجة. وعليهم آآ تقريبا حوالي سبع معالق من السكر. آآ هنا الجزء ده كنت بصور كانت الكاميرا بس عندي مفصولة. آآ فحطيتكن تأول رقا. حطيته طبعا سببته بمعلاقة من الكريم شنطي. وحطيت اللي هو رقا الاول ووزعت عليه الكريم شنطي. وطبعا بس ايه كل طبقة والتانية بيسراب اللي انا بعمله معاكم. ودايما بعمله معاكم بتعودين علي. بحط آآ كوباية من المية عليها نصف كوباية من السكر. وبسيبهم لحد ما ياخدوا غلوة واحدة او غلوتين على النار. بنزل عليهم بعصير لمونة او ممكن معلقة من الفانيليا على حسب منت حابة. وبسيبها طبعا تبرد تماما. وببدأ ان انا اسئل بها طبقات الكيك بتاعي. آآ بعد كده ببدأ ان انا اوزع الكريمة بتاعتي على التورطايا وعلى الوش وعلى الجوانج بستخدام الكيس. طبعا دايما بنقول ان هو بيسهل. ممكن كيس تلاجة عادي. ممكن كيس حلواني على حسب من انت حابة. آآ تمام? انا برضو بالنسبة للكريمة كنت عايز اقول لكم على معلومة انه الكريمة اللي احنا بنجلس بيها وبنحشي بيها القوام بتاعها طبعا يفضل ان هو يبقى خفيف عن الكريمة لو انت هتشتغل روزيتات او ورود او يعني بتاعت التفنيش اللي برا. يعني بعد ما بتضرب الكريمة بتشيري جزء اللي هو للتفنيش وبتخلي الجزء اللي باقي بتضيف عليه حوالي معلقتين او تلاتة مية بتخفيه بالمية. هو بتضربيه تقلي به يعني كده بدون مضرب او حاجة وبتبدأ يتحشي وتجلسي بآآ قوام الكريمة لما بيبقى خفيف بيسهل عليك جدا عملية التجليس وبيسهل عليك ان انت تحصلي على نتيجة متساوية ما فيهاش اي فراغات ما فيهاش اي مشاكل معاك بتبقى سهلة وجميلة وفي نفس الوقت بيديكي اللامعة الحلوة بتاعت الكريمة اللي من برا. بعد ما خلصت كده آآ تجليس الترطية جبت للمشارشر وبدأت ان انا اسرح الترطية بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده من على آآ الجوانب. شايفين بتمشي كده بتديكي الشكل جميل جدا. شايفين اللامعة الجميلة بتاعت الكريمة لان قوام الكريمة خفيف. وطبعا من وقت للتاني باخسر الاسباتولا وبرجع ان انا اشتغل بها وهي مبلولة. دلوقتي اخدت معلقتين من الكريمة وبدأت ان انا اضيفة على كل معلقة منهم اللون. حطيت هنا نقطة من اللون الفوشية والناحية التانية حطيت نقطة من اللون آآ الازرق ودي الوان جيل طبعا مصرح بها جزائيا ما بتشتريها من عد مستلزمات برضو الحلويات. بدأت ان انا احط الكريمة بتاعتي على حمام مياه دافي. بدأت ان انا اسياحها لحد ما وصلت للقوام اللي انتو شايفينه. باستخدم هنا كياس السبوع اللي هي بتتبعها تقريبا بيبقى حوالي من الكيس بخمستاشر جنيه مش غالية. آآ بدأت ان انا اصب الكريمة بتاعتي كده فيها وابدأ ان انا اربط الكيس بتاعي من تحت وهعمل فتحة بسيطة جدا من بالمقصة هفتح الكيس من تحت. طبعا الترطية بتاعتي بعد ما جلستها دخلتها التلاجة تقريبا لمدة الساعة يعني على حسب وقتك طبعا لو اكتر ماشي ممكن اقل ونص الساعة يعني مهم بيدخليها التلاجة تستريع وتبدأ الكريمة تشد وتمسك نفسها شوية. دلوقتي طبعا خرجتها من التلاجة وبدأت ان انا اعمل كده على آآ جوانب الترطية. اخترت ان انا اعمل مش الترطية كلها بنفس اللون. هعملها باللونين اللي احنا اشتغلنا بيهم. قسمت الترطية بتاعتي كده بالنظر. عملت اول جزء زي ما احنا شايفينه باللون اللي هو او اللون الفوشية. وبعدين هعمل الجزء التاني باللون اللبني. بتحطي نقطة واحدة بس من اللون. ولو انت عايزة تزودي على حسب ما انت حابة بس اهم حاجة تبتقي نقطة واحدة علشان اللون ما يغمقش منك. ومسلا ممكن ما تكونيش عايزة لون غامق. فبالتالي بتحطي نقطة وتشوفي درجة اللون. لو انت عايز تزودي ماشي. لو انت اللون بالنسبة لك مناسب ماشي. وبالذات طبعا ان انا آآ عامل على معلقة واحدة. يعني عامل على كمية قليلة جدا من الكريم شنطي. بدأت ان انا اوزع برضو اعمل الدرب بالشكل. احنا شايفينه القوام بتاع الكريمة آآ جميل جدا ونازل معايا آآ ممتاز يعني شايفين. اهم حاجة تشتغلي آآ كل خطوة اديها حقاها عشان كده تاخدي نتيجة جميلة ونتيجة مضمونة. لو في خطوط زي ما انتم شايفينه. انا حسيت ان هي قصيرة شوية. حبيت ان انا اطاولها بتكمليها عادي. ما فاش اي مشاكل. دلوقتي عندي كريس بابيض. انا كنت عايزة احط كريس بلباني. او ازرق بس بصراحة ما لقيتش. فما كانش موجود عندي فحطت برضو كريس بابيض. ما كانش برضو وحش في الترطية بتاعتي. آآ يعني التزين دايما بنقول ان هو يعني مفتوحه وبراحتك على حاسة بما انت حب ما فيش حاجة معينة ممكن تتقياد بيها. او ان انت تبقي وقف عليها. وحطيت برضو عندي كده برضو كريس بفشية. في واحدة بقى تحطت لونها غلط. هنبدأ نشيلها بعدين مع بعض. ودهت ان انا اوزع الكريس بالفشية بالشكل اللي احنا شايفينه على الترطية. بتاعتي كلها آآ كده. برضو ادها شكل حلو. ما كانش بصراحة في دماغي ان انا اعمل كده كنت هسيبها دريب كده عادي وخلاص. بس قلت لآآ كده حسيتها ان هي اديتها اضاءة واكتر حاجة كمال لان الترطية بتاعتي رايح على الاطفال الصغيرين. فطبعا اكتر حاجة بتفرح الاطفال الالوان الكتير والمبهجة وكده فبتديهم ايه فرحة. وزعت الكريس بتاعي زي ما احنا شايفين كده على كل جوانب الترطية على اللي هو اللي بين الخطوط وكده. آآ طبعا شكلها بصراحة فرق وحاسيت ان شكلها ايه آآ جميل جدا. دلوقتي هنبدأ كمان بعد ما خلص الجزء ده هنشيل آآ الواحد اللي اتحطت غلط كان فيه واحدة اتحطت كده لونها تقريبا على موف. آآ فهاشيلها وهه اهي ظهرت معي هنا في التصوير. شلتها وحطيت كمان واحدة بيرها اهي شلتها قدام ومحطيت واحدة بيرها. دلوقتي هنجي على تركيب اسطورة الجزائية. لو انت وصلت معي في الحد هنا في الفيديو ما تنسينش باللايك وكومنت تشجيع من ايديك. اللايك اللايك يا جماعة بيرفع معي الفيديو. شلت الصورة اللي برا. الورقة اللي ورا الصورة. وبدأت ان انا اعمل اوزع عليها شوكولاتة. شوكولاتة البيضة انا سيحتها طبعا على ما زبطت الكاميرا وكده والجوة اصلا ساقف شوكولاتة شايفين بدأت ان هي تقفش معي. طبعا التصوير عمتا بيبقى يعني ايه واخد شوية من المجود غير لو انت بتشتغلي بدون ما تصوري. بدأت ان انا اوزع الشوكولاتة وانا الصورة ركبتها قبل كده معاكم في اكتر من الفيديو فعلشان كده برضو يعني ايه طبعا خلاص عارفنا طريقة تركيب الصورة ازاي. بدأت ان انا اوزعها وببدأ ان انا احطها على الترطاية بالشكل ده وباديك كده بتماشي عليها علشان اللي يكون فيها احسن فراغات او اي هوا بتشيلي. اه ودلوقتي عملت الكريمة بتاعتي لو انتهى باربع الوان اللون الازرق والبينك والابيض واللون اه الاصفر. حطتهم كل لون في كيس وهبدأ افتح الكيس بتاعهم من تحت وفي الاخر هحطهم كل لون في كيس ايه واحد. شايفين? بدأت استخدمت طبعا الامة العادي بتاع الروزيتات. ودلوقتي هبدأ اعمل روزيتات داير وما يدور الترطاية بتاعتي. المفروض بقى انه هو كان ينزل الكل الروزيتة من دول بالاربع الوان. مش هارفها ايه الجرفة ام منزلش يعني او نزلت الوان عشوائية بس بصراحة حلوة. شايفين يعني اه من الفوشيا للاصفر. في تدرجات حلوة كده في اللون الابيض في الازرق. اه في تدرجات جميلة جدا في اللون. برضو على فكرة هي خدمتني في الترطاية وديتلي شكل جميل جدا للترطاية بتاعتي. اهو اللون الاصفر دا انا مش هارفك نزل حبة وتهرح فين. اهو جميل جدا. اه ببدأ برضو اعمل كده روزيتات اه يعني ايه من تحت كده عشان اعمل خط حولينا الترطاية بديلها بصراحة قيمة وبديها شكل جميل جدا ان انت تحزم الترطاية بتاعتك من تحت. بلف كده برضو دا ما يدور. الالوان بصراحة جميلة جدا جدا. عجباني. اه ترطاية بصراحة برضو مبهجة. اه طريقتها سهلة. يعني فاهمين ان هي تديك يتقولي ان هي يعني عاملة فيها تكنيكة عالية او عاملة فيها حاجة شغل صعب. لأ. بس هي بصراحة سهلة جدا. وشكلها جميل وردو جدا. شكلها سهل وشايفين اللون الاصفر اهو ظهر عندي في الاخر. اه كده وكمان دلوقتي هتبدأ الالوان تختلط مع بعض اهو كمان ظهر عندي اللون الاخضر وانا مكنتش مركزة اقولي اللون الاخضر ده جاء من فين. اه تمام كده خلصت الترطاية بتاعتي وركبت الصورة الجزائية. وده شكل الترطاية للنهائي. بصراحة فنية. اه عجبانة جدا جدا مبسوطة منها. اه فرحانة طبعا اه شايفين شكلها جميل جدا جدا. ده الفيديو بتاعي وده كانت الترطاية بتاعتي وطريقة تنفيذها وطريقة تركيب الصورة الجزائية. لو عجبكم الفيديو ما تنسونش باللايك والشير. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.